موسيقى الرسالة اللي اللي اشتغلنا عليها شحال هذه هو ان تكون الجامعة الوطنية الاندية السينمائية بحال واحد الفضاء لتكوين الشباب مش غير فقط على مسوى النشيط على مسوى النقل السينمائي ولكن ايضا هلا مستوى الهواية على الاقل تكون هذك الافو قديرا اننا نقدرون نخلقوا واحد الجيل هاوي السينما اللي قدر يدرتها واحد ما يسمى السينما المستقلة دور نوادي السينما ان يتقرب السينما للمواطن انو المواطن وليما يقعد في سنة حتى يمشي لمدينة كبرى بشي شوف السينما او بشي فقع السينما فمواطنين يعني عاشوا حياتهم تقريبا ما يعرفوش قاعات السينما ولكن كان عندهم تجربة مع نوادي السينما اللي توصل لهم وخاصة لو تكون نوادي السينما ما تقتصرش فقط معنى لا تقتصر على الفضائات اللي تعرف فيها في العادة وانما تمشي ايضا المدارس اللي هو شيء مهم جدا لانو نوادي السينما مثل ما تشتغل مع الكهول لازم تشتغل مع الاطفال فلما نوادي السينما تروح للمدارس وتروح لدور الشباب وتروح للمعاهد يعني الاعدادية والثانوية فلانا نمكن نتحدث معنى صحيح عن عن سينما القرب فهذا هو الدور الرئيسي لنوادي السينما مع دور اخر يعني مواجه وهو دور التكوين التكوين وتثقيف السينما هو محوري لانو في انظمة في اوروبا حتى في انظمة تعليمية متاحهم يعني هما يدرسوا سينما ويدرسوا تحليل فني ويدرسوا تاريخ السينما اللي احنا يعني نتمنىو انه يصير في الدول العربية ودول المغربية والافريقية انه يتمنىو بشوية بشوية انه تصير الحكاية هذه انه وليدخل السينما والفن بصفة عامة في التدريس كنت نحكي انه زميلي عبدالخالق بالعربية قبيلة وحكيلي على الفكرة هذه انه يكون يكون عنه انه يكون في مسرح في سينما في فن تشكيلي وفي موسيقى انه تدخل في البرنامج الرسمي للتدريس كان الاهمية ذي الاندينية السينماية لانه اندينية السينماية كشكل تنظيمي يعني ظهرات في الاستوار دي ماروك خلقت مساحات للناس في ان تعرفوا على السينما العالمية تعرفوا على السينما المحلية والعربية وتخلقوا فيها اجيال دي الفنانين في جميع الميهن المرتبطة بالسينما وفي التصوير في المونتاج في الكتابة في التمتير في السيناريو فهذه الاندينية كانت دائما فضاءت لانتاج وعادة انتاج لكفاءة والطاقة في المجال السينماي والمغرب هو في حاجة لتعزيز وتقوية قدرة هذه الاندينية حتى تطلع بدورها في استطيع المواطنين بناء المواطن الفاعل والنشط والمتصالح مع ثقافته ومع مجاله الترابي ومع فنه